موسيقى اوز انا مبسوطة لاني معك حوليك تريم كمل ريم احنا اتفقنا انو هاد الزواج لحماية مستقبلك يعني انا مراح قدير كون غير رعي اليك مو اكتر من هيك المهم اني عايش معك ببيت واحد انا مراح كون دايما هون هادا الشي افضل الي وليك بس اكيد رح مارك اليوم اطمن عليك وشو شو نقصي بدك تسركني يعيش لحالي هون المنطقة امان مفيش بيخوف اه بس اذا عم يعرف انك عايش لحالك رح يضايق كتير عمك ما رح يعرف غير اذا انتي قلتيلو يلا انا لازم امشي هلا تركك تنامي وترتاحي طب اعود شوي تحب اعملك عشا لا ما نجوها هادا مفتح البيت عشان تقفلي الباب وتضمني طب خليك اول ليلة هون انا بخاف بقى لحالي مو متعودة انا بنام هون وانت نام على الدخل بعدين بكرة الصبح جايين بيت عمي مو حلوة ما يلاقوك طيب بس بشرط انا بنام هون وانت بتنامي بالغرفة شو طيب اسباح على خير انت بارو انا بم اي أم مو حالي اوه انا بقى اوه اي انت بقى اي انت بقى عزبتك معي لما فتت على البيت وشفتك غايبة عن الوعي جنيت الحمد لله اللي مرأت على خير نورما اللي عم يصير مو صح لازم ننهي هاللعبة بيكفي بقى انت وعاتيني تنبذي كل طلباتي بعدين هذا الشغل صحيح وانا رح ضل عند وعدي بس انا ما بدي يكون سبب بوجع راسي معناها فشلتي وما عم تقدري تسيطري علي هيك رأيك ما شف شلت نورما هيك قصص نهايتها مو صح شو قصدك في غيرك نسوان جربوا هالخطة وخسروا زواجه كيف خسروها يعني ممكن تصير قصد حب عن جد لأ وفوق كل هاد الرجال بيتجوز على عيون مرته هاد قلب وهي اللعبة مو دائما بتنجح فيها فهمت علي؟ ايه فهمت فهمت ايه؟ ناطرا لا يطلعوا من عندها الإسعاف ايجا لعندي حدا بتعرفي أو أهلا؟ ما بعرفي ممكن في حدا من الجيران طيب انت اين تراجعها البيت؟ حابق شوي لأتطمن عن وضعه وبعدها يمروحها البيت ماشي انا رايح على الفرع حكيني بس ترجعي ماشي نار ما خلصيني من هاللعبة بقى هاد جوزك عم يتسلى وما بده يكتب كتاب شيخ فهميها بقى انتي ما كان لازم يدخليني بهاي القصة من الأساس انا ما بقى فين شوفك عم تتعذبي هيك يعني بالأخير هتجبي لي ورقة كتب الكتاب ولا لا؟ لدي ورقة جينو فيها عم تفهمي؟ سليم ابو نفيخة مرحبا مفتار اهلا وسهلا نور المتصب اهلا فضل شوها ده يا حبي تفضل تفضل السير شوها صلاح القاضي ومرتوسامي عبدالوهاب من سكان الحي يجير الله يرحمهم يحسن اليهم عفوا من حضرتك انا النقيب دقاء من الامن الجنائي اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفت المهوة المكتب يا اهلا يا اهلا صلاح القاضي كان عنده اخوات؟ ايه؟ كان عنده اتنين الاولاني اسمه امجد والتاني اسمه مرهف تعرف عنا مين هو شي؟ والله ما بعرف يعني من ثلاثين سنة ما شفته عفوا يعني حضرتكم فتحته القضية من اول وجديد أصلي أصلي يعني استجدتشي كم ولد كان عنده؟ ما صلي عنده واحد او اتنين يعني ما عدت ما عني متذكر وين ساكني؟ لا شفته عرفني بعنا مينهم ثلاثين سنة حيث انهم ثلاثين سنة تركوا الحارة وراحوا لمكان تاني كان في خلاف العائلة شي بيناتهم؟ او مع حدد من الحارة؟ بالحارة لا ما كان في خلافات بس يعني كان في خلافات بيناتهم عالورته وكان الاخ اللي هو مرهب دربية ايش مسكين كان صافف مع اخو امجد ضد اخو صلاح ايه ايه هات كان سبب الخلاف؟ ايه لانه امجد كان يشتغل بالتهريب وطلب من اخوه مصاري ما اعطى وكمان ما رضي بيها الاراضي يلي بالزبداني ام علقه مع بعضو تقاتل؟ ايه نعم وهو راجع من المزرعة عمل حادث ومات هو ومرته وابنه كان راجع من الزبداني مو من بيروت الحادث كان على طريق بيروت هنه راجعين من المزرعة يلي بالزبداني ابو ابو ان الله يرحمه اشترى اراضي وبعد فيها قاتوا من شأن الطوبة بالصيف وقت الناس هون بالحارة شو حقوا؟ احكي شباك القصة صار لتلعتين سنة ايه؟ وقت الناس عالوا انه امجد هو ورا الحادث ايه؟ ايه؟ شريف الملب سلم اليدين بضل شريف 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 شريف